سوارس مدير الفني الجديد للنادي الاهلي انا قدر اقولكو انه خلاص الراجل بقى المدير الفني للنادي الاهلي عامينه المدير الفني المحترم هو المدير الفني الجديد للنادي الاهلي مفيش راجع هو خلص كل الامور معاه والراجل هيبقى موجود في النادي الاهلي خلال الساعة هو بيطلب من النادي الاهلي تحمل الشرط الجزائي فعقده مع نادي في سنتي هو بيطلب كده جيل في سنتي ليه شرط جزائي عند المدرب سوارس فأنت بتقوله أو سوارس بيطلب من الأهلي إن أنت تدفع أنت الشرط الجزاء للنادي الأهلي الأهلي بيقوله لا ادفعه أنت ما عندك خلناش في الكصة يدفع أنت من قمة التعاقد اللي أنت هتأخذه طيب هو الراجل هياخد راتب كام مع النادي الأهلي وأنا أقول لكم مبارح الكلام ده 125 ألف يورو شهريا شهريا يعني إحنا بنتكلم تقريبا في 2.5 مليون لو أنا لا 2 تقريبا 2 مليون في السنة تقريبا يعني تقريبا 2 مليون في السنة هو قال له يدفع بقى من الـ 2 مليون دول الشرط الجزائي بتوعك اللي هو 250 ألف يورو يدفعهم أنت هو بيقول للأهلي يدفعهم دي مش نقطة خلاف دي نقطة نقاش أو مفاوضات بس الراجل هيبقى موجود في النادي الأهلي خلاص الكلام على إيه بقى الكلام على أو السؤال مين اللي هيبقى موجود مع الراجل ده في الجهاز الفني مبدأين كده النادي الأهلي متمسك بالكابتن سامي أمصان في النادي الأهلي هو رفضه العرض اللي كان مقدم ليه من نادي حرس الحدود حرس الحدود النهاردة أعلن أن الكابتن أحمد أيوب هيبقى المدير الفني للفريق ده دليل أنه خلاص خد وعد من النادي الأهلي أنه مكمل مع الفريق هو والكابتن سال عبد الحفيز ومشيل يانكون مدرب الحراس وسواريس كان عايز مدرب حراس أجنبي معاه خد بالك بقى من الكلام ده دي المعلومات سواريس كان عايز مدرب حراس مرمى من الجهاز بتاعه معاه بس الأهلي تمسك بمشيل يانكون وقال له أنه الراجل ماشي في شكل كويس معنا وهيكمل معنا طيب سواريس هيجي مين؟ هيجي بتلاتة هو وتلاتة مين التلاتة؟ مدرب مساعد مدرب أحمال ومحل الأداء تاني هيجي بمدرب مساعد ومدرب أحمال ومحل الأداء دول التلاتة اللي يجوا مع سواريس في الجهاز الجديد للنادي الأهلي